إن اللوز مليء بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية للأم ونمو وتطور الجنين تشمل الفوائد الغذائية لللوز الأخضر ما يليه يمنع حمض الفوليك العيوب العصبية إن اللوز الخام هو أفضل مصادر حمض الفوليك الذي يساعد بشكل كبير على نمو الدماغ والجهاز العصبي للجنين إن حمض الفوليك مهم أيضاً لمنع ريوب الأمبوب العصبي للجنين في أثناء الحمل سوف تحتاجين إلى نحو 400 ميكرو جرام من حمض الفوليك لتلبية متطلبات الجنين كما يقوم بتعزيز التمثيل الغذائي إن الأطفال الذين يولدون لنساء بدينات أو مصابات بالسكر لديهم فرص متزايدة للإصابة بالسمنة ومشاكل التمثيل الغذائي يوفر اللوز الأخضر مصدر صحي للكربوهايدورات والدهون الغذائية التي تساعد على التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات والإجهاد التأكسودية وسكر الدم عند الحامل كما يقوم بمنع زيادة الوزن المفرطة إن الحمل يسبب زيادة الوزن وبفضل الرغبة الشديدة في الطعام يصرب أحياناً التحكم في الوزن يمكن أن يشعرك اللوز بالشبع لفترة أطول بالتالي يقلل من خطر زيادة الوزن غير الضربية إنه مصدر للحديد إن فاصل 28 كيلو جرام من اللوز تحتوي على 1.1 ميلي جرام من الحديد ما يلبي 6% من الاحتياجات اليومية من الحديد من الحساسية في المستقبل وفقاً لدراسة إن تناول المكسرات أثناء الحمل سوف يحمي الجنيم من الحساسية في وقت لاحق من الحياة لذلك يمكنك تناول نسبة آمنة من المكسرات مثل اللوز والفول السوداني لتقليل احتمالية الإصابة بالحساسية عند الأطفال يعتقد أن تناول كثير من المكسرات له علاقة عكسية بالربو عند الأطفال هذا لأن المكسرات تحتوي على فيتامين هي والزنك كلاهما يحمي الطفل من الربو كما يوفر البروتين القدرة على التحمل إن اللوز يحتوي على كمية كبيرة من البروتين الذي يوفر القوة والقدرة على التحمل اللازمين للولادة يساعد البروتين أيضاً في النمو الصحي للجنين كما يحافظ على وزن الأم تحت السيطرة إن الألياف تقوم بتحفيز الهضم اللوز رنيم بالألياف لذلك يساعد على تسهيل الهضم وتنظيم حركات الأمعاء كما أنه يعالج الإمساك الشائع جداً أثناء الحمل إن الكالسيوم يقوّل عظام إن كمية فاصل 28 كيلو جرام من اللوز نحو 75 ميلي جرام من الكالسيوم يساعد على تقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل كما يساعد على تكوين العظام عند الجنين إنه مفيد للقلب إن اللوز الأخضر يحتوي على كثير من مركبات الفلاء فونويد أو البيو فلاء فونويد التي تعزز قوة مضادات الأكسرة في الجسم إذا كنت تأكلين هذه المكسرات بانتظام فيمكنك بسهولة الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة إنه مصدر للفسفور إن محتوى الففسفور في اللوز الأخضر مفيد جداً لأسناننا وعظامنا يمكن أن يعتني بصحة الفم عن طريق تقوية الأسنان واللسا إنه ينظم سكر الدم يمكن أن يساعدنا اللوز الأخضر في السيطرة على ارتفاع السكر بعد تناول الطعام من خلال تعزيز إفراز هيرمون الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم إن اللوز الأخضر مليء بمضادات الأكسرة يمكنه طرد السموم من الجسم وتعزيز أنشطة جهاز المناعة بشكل كبير بالتالي يمكنك تجنب عدد من الأمراض والالتهابات إنه يحافظ على توازن درجة الحموضة في الجسم في بعض الأحيان يتحول نظامنا بالكامل إلى حامضي والسبب إفراز عصارات المعيدة والأمعاء يؤدي ذلك إلى عدد من الحالات الشديدة مثل هشاشة العظام وفقدان الطاقة وضعف المناعة وزيادة الوزن يمكن أن يساعدنا اللوز الأخضر في الحفاظ على جسمنا قلوي لأنه بروتين قلوي